إنه الثامن من آب ذكر انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت في الرابع من أيلول عام 1980 بقصف إيران المخافرة والحقول النفطية العراقية وغلق نضيق هيرمنز في الخليج العربي وتعطيل الملاحة في شط العرب والتنصل عن الوفاء بتنفيذ اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 بين البلدين رد العراق جاء بعد ثمانية عشر يوما بقصف القوات العراقية أهدافا استراتيجية وعسكرية في العمق الإيراني اتجهت العلاقات بين العراق والنظام الجديد في إيران نحو مزيد من التأزيم والتشنج منذ بداية وصول خميني إلى سدة الحكم عام 1979 من خلال رده المتعالي على رسالة الحكومة العراقية المهنئة بنجاح ثورة خميني ثم حديث أركان النظام الجديد عن تصدير الثورة الإيرانية إلى دول المنطقة ومنها العراق وأن طريق تحرير القدس يمر بكربلاء أولا وهو ما أثار مخاوف دول المنطقة من التوجهات والنوايا الإيرانية رفضت إيران كل المبادرات العربية والإسلامية والقرارات الدولية القاضية بوقف إطلاق النار والجنوح إلى السلم وتأسيس علاقة حسن جوار جديدة بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للشعبين الجارين وأصر الخميني على مواصلة هذه الحرب حتى إسقاط النظام العراقي وتأسيس نظام طائفي على غرار نظام ولاية الفقيه وعندما اقتنع خميني باستحالة بلوغه هذا الهدف بسبب الصمود العراقي والانكسارات العسكرية الكبيرة التي تعرضت لها القوات الإيرانية في جبهات القتال اضطرت إيران متجرعة كأس السم وفق تعبير خميني نفسه للقبول بالقرار الدولي بوقف إطلاق النار ذي الرقم 598 في الثامن من آب عام 1988 منهيا الأحلام الإيرانية بالتوسع والنفوذ في العراق وغيره لكن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أنعش هذه الأحلام من جديد ومنح إيران الفرصة الذهبية للانتقام من العراق وشعبه عبر أدواتها من الميليشيات وفرق الموت الطائفية التي عاثت في العراق قتلا واغتيالات وخطفا حيث قتلت هي وقوات الاحتلال نحو مليوني عراقي أو أكثر منذ العام 2003 وحتى اليوم لكن ثورة تشرين التي تفجرت في تشرين أول الماضي كانت نقطة مفصلية أخرى في سياق المواجهة مع إيران حيث هاجم ثوارها خامنئي وبقية رموز ولاية الفقيه وأدواتهم من الميليشيات وفرق الموت وإحراق مقرات الأحزاب الموالية لإيران في بغداد وجنوبي العراق هاتفين ضد التدخل الإيراني في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر